ملفات هامة ستناقش خلال القمة الأفريقية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادت 49 دولة أفريقية لعل أهمها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في القارة السمراء وبدوره أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده معينية بمستقبل أفريقيا التي ستمثل واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم ملفات متعددة سيناقشها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الأمريكية الأفريقية مع 49 من قادة القارة السمراء في أكبر تجمع دبلوماسي تشهده الولايات المتحدة منذ جائحة كورونا لعل أهم هذه ملفات تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي للقارة السمراء والتحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمي فضلا عن ملفات الاستثمار والحوكمة وأزمات التغير المناخي والصحة إن الأفريقيين نديهم قدرات اللي كان يساهموا من خلال الأفكار بالحلول المطلوبة لهذا فإنني لم أكن أفكر في هذا الاجتماع لأنه نعقده أو لا ولكن اخترت أنسب زمان نعقده فيه لقد بدأ عملي على هذا المؤتمر منذ اليوم الأول لإداراتي وعملنا بشكل دبلوماسي لكي نؤكد على العخود من التعاون الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن بلاده معنية بمستقبل أفريقيا التي ستمثل واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم أما مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوريفان فكشف عن أن الرئيس بايدن سيعين الدبلوماسي جوني كارسون مبعوثاً أمريكياً خاصاً للقارة السمراء لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه خلال القمة من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن أفريقيا قوة جيوسياسية حقيقية مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وأفريقيا وصل إلى أكثر من ثمانين مليار دولار وأدى ذلك إلى خلق الألاف من فرص العمل فضلاً عن تحقيق التقدم في مجالات الصحة والغذاء والطاقة في القارة السمراء كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم 150 مليون دولار لتزويد مستشفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالكهرباء في مبادرة ترمي لمواجهة تحدي رئيسي يعوق الرعاية الصحية في القارة